نعم بالفعل أحدثك الآن من مدرسة التوفقية بشبرى هذه المدرسة التابعة لقسم شرطة رود الفرج الذي يعد أحد أقسام دائرة محافظة القاهرة والتي تمثل الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ إذا تحدثنا عن القتلة التصويتية في دائرة محافظة القاهرة فنحن نتحدث عن 7.768.239 ناخب موزعين على 629 مركزا انتخابيا الآن المواطنين أمام اللجان في استعداد للدخول للإدلاء بأصواتهم خلال هذا اليوم يعني هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وخاصة أن هذا الاستحقاق يتم خلال هذه الجائحة وهي جائحة فيروس كورونا هناك العديد من الإجراءات الاحترازية تم تطبيقها وهي وجود كحول ووجود كفازات للأيدي داخل اللجان الانتخابية وأيضا مراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الناخبين وجميع المتواجدين داخل اللجان الانتخابية أيضا هناك فرض على جميع المتواجدين داخل اللجان الانتخابية بارتداء الكمامات سواء كان من الناخبين سواء كان من أطقم الأطقم الإعلامية التي تقوم بالتغطية وأيضا على المندوبين المرشحين ووكلاء المرشحين والموظفين والجميع يرتدي الكمامات وذلك لضمان سلامة المواطنين هناك أيضا التأمين أما عن التأمين فهناك تأمين مكثف من قبل قوات الشرطة لهذه المدرسة وهذه اللجان الفرعية رصدنا وجود عدد كبير جدا من المواطنين أمام هذه اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا باختلاف الشرائح العمرية المختلفة جاءوا لكي يدلوا بأصواتهم قبل فتح اللجان اليوم نعم إليك